بنا احكلمتكم عن نقطة اعتقد انها هتبقى مثار اهتمام وحديث العالم في الفترة القادمة وانا لا ادعي الحكمة يعني لكن انا متابع جيد لهذا الملف ولحظت لحضراتكم القصة دي بشكل اكيد وهي فكرة انتباه الشعب الفلسطيني في غزة الى المحاولة الاثمة اللي بتعملها اسرائيل لاعادة وتكرار نكبة فلسطين عام 1948 الاعتداءات الاسرائيلية طول الوقت كانت موجودة ليه 48 اتسمت نكبة وهي بالفعل نكبة على فلسطين وعلى الامة العربية كلها علشان مش بس الفلسطينيين اتقصفوا واتضربوا وقتها ومش بس بيوتهم تهدمت ما هذا بيحصل كل مرة اللي حصل وقتها انهم عملوا بعد القصف والعدوان حالة من النزوح والترك تركوا بيوتهم وتركوا اراضيهم خوفا من القصف ومن العدوان ومن القتل وما الى ذلك هنا كانت النكبة لأن اسرائيل استغلت الفرصة وهجرت الفلسطينيين من اراضيهم واحلت اليهود اللي جابوهم من كل دول العالم مكانهم عشان كده اهم ما في النكبة هو الاحلال اللي عمله الصهينة لليهود مكان الشعب الفلسطيني في ارضه هي دي اللقطة اللي المواطن الفلسطيني الان في غزة انتبه لها وادركها عشان كده ذعتلكم من يومين ثلاثة بعض المشاهد اللي هي عكس المنطق وعكس الواقع بيوت مهدمة واحياء تحولت الى انقاض الطبيعي ان مواطنيها يسيبوها ويروح يدورها على مكان امن لكن ومع ذلك قرر الفلسطينيون ان يعيشوا في انقاضهم ان يعيشوا وسط التراب والدمار عشان يوجهوا رسالة الاسرائيل وللعالم اننا لن نترك ارضنا مرة ثانية لن نسمح لكم بتكرار النكبة لن نسمح لكم باحلال شعب مكان شعبنا صاحب الارض عشان كده فكرة الصمود هنا فكرة اقوى من الحياة نفسها فكرة متعلقة بالوطن وبقاء وحياة الوطن فكرة اللي انا شرحت لكم المشاهد بتاعتها هي في حد ممكن يعيش العيشة دي ناس عيشة وسط الانقاض والركام يعني انا اسف يعني الجثف بس هي اللي ممكن تعيش كده لكن الفلسطينيين قرروا انهم لن يتركوا ارضهم حتى لو تهدمت بيوتهم لن اترك الارض حتى لو تهدم البيت لان الوطن كله عبارة عن البيت بصوا الاسر جايبة مراتب وجايبة سناير وجايبة كراسي وحطها وسط الانقاض بس اقولك ده مكاني ومش حسيبه وهو ده اللي مجنن اسرائيل هذه الايام قالك ايه نوعية الشعب ده اللي بنضربه و بنقصفه كل يوم عشرات ومئات الشهداء ومع ذلك ما زالوا متشبثين بالارض ومع ذلك ما زالوا متشبثين بالارض